سخرت المديرية الولائية للحماية المدنية لولاة يوم البواكي أزيدة من 700 عون من مختلف الرتب في إطار الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية موزعين على 17 فوجاً عبر إقليم الولاية طيلة الموسم الصيفي الحالي بالإضافة إلى إمكانيات المدية تتمثل في شاحنة إخماد الحرائق والتدخل ومضخات ظهرية وسيارات إسعاف واتصال تغطية لرشيد مقد الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية أمل بواكي والتي تكون من وسائل بشرية ومادية يتضمن على حدوده ست ولايات مجاورة هذا فضلاً لأجل التدعيم والتدخل السريع للمحافظة على الثروة الغابية 765 عون بمختلف الرتب مزعين على 17 فوجاً تلت الموسم الصيفي بمعدل 45 عنصر في كل فوج أما بالنسبة للعاتات عندنا 6 شاحنات إدفع حرائق الغابات CCFL بالإضافة إلى شاحنة المدخر الخزان CCE بالإضافة إلى شاحناتين إدفع CCFM بالإضافة إلى 4 سيارة إسعاف و2 حافلتين وسيارة اتصال